اهلا بكم في موجز الاخبار بحث وزير الخارجية الامريكية طول بلينكين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان مستجدات الازمة اليمنية وتفادي التصعيد الاقليمي وذكرت وكالة واسي السعودي أن بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكين جرى خلاله بحث تطورات التي تشهدها المنطقة ومنها جهود انهاء الحرب على غزة والمستجدات في السودان واليمن من جهتها اوضحات الخارجية الامريكية أن الجانبين ناقشاء العمل الجاري لتجنب تصعيد الاقليمي واستكمال الاتفاق على وقف اطلاق النار بغزة مشكلة إلى أن بلينكين تطرق إلى المخاوف المشتركة بشأن انشطة الحوثيين من جهتها طالبت ميليشيا الحوثي مجددا السعودية بتلبية مطالبها لانهاء الحرب في ظل تعثر تنفيذ خارطة الطريق التي توصلت إليها الرياض والحوثيين بواسطة عمانية وخاطب القيادي في الميليشيا محمد عن الحوثي السعودية بالقول أن السلام يتمثل في إيقاف ما اسماه العدوان وإنهاء الحصار وفتح المنافذ معتبرا ذلك خطوة أولى في طريق السلام والاستقرار حد قوله ودع السعودية إلى إعادة الأعمار متهمة إياها بالتسبب فيما آلت إليه الأوضاع المتدهورة في اليمن عسكريا أعلن الاتحاد الأوروبي تأمين عبور أكثر من 300 سفينة في البحر الأحمر خلال النصف عام من إطلاق عملية العسكرية لحماية السفن من هجمة الحوثيين وأوضحت مهمة سبيدس أنها أكملت ستة أشهر من العملية البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن مشيرة إلى أنها تمكنت حتى الآن من تدمير 17 طائرة من دون طيار وزورقا مسيرا وأربع صواريخ باليستية وأشرت إلى أنها واجهت منذ انطلاقها في 19 فبراير الماضي تحديات مختلفة وكيدة انتزامها بمهمتها في حماية حرية الملاحة وحماية السفن من الهجمات ميدانيا أصيب طفلان جرى انفجار لغم زرعة ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة مصادر محلية قالت أن الطفلين أصيبا بجروح خطيرة إثر انفجار لغم من أرضية ما كان يلعبان بمياه الأمطار في منطقة أبو حلفة مشيرة إلى أن المنطقة لا تزال مليئة بالألغام التي زرعها الحوثيون ولم تتم إزالتها بصورة كاملة وتشهد الحديدة باستمرار سقوط ضحايا مدنيين بين قتيل والجريح جراء حوادث انفجار الغام زرعها الحوثيون ومتفجرات من مخلفات الحرب في شان الإنساني أعلنت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 38 ألف أسرة تتكون من 268 ألف شخص جراء السيول الأمطار التي شهدتها اليمن منذ 13 أغسطس الجاري وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شان الإنساني أن الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات والبنية التحتية العامة وأشارت إلى أن محافظات الحديدة حجة مأرب صعدة تعز من بين المحافظات الأكثر تضررا لافتني إلى أن هناك توقعات أن يستمر الطقس القاسي حتى سبتمبر المقبل انتهى المنجز مشاهدينا في أمان الله اشتركوا في القناة شكرا